السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلنا سهلا ومرحبا بكم إذن أخيرا وصول الصورة وصول التواصل أيضا مع كل المحبين مع كل المتابعين بعد معاناة كالعادة في إفريقيا بعد دائما رحلات شاقة من التفاوض والمطالب التي لا تنتهي مطالب لا تنتهي وتواجه بها دائما وفود الشروق في كل أسقاع إفريقيا للنقل لا توجد رؤية موحدة أبدا لا توجد جهة واحدة تلتزم باتفاق مكتوب عديد الجهات تتداخل عديد الجهات أيضا تطلب وأيضا حتى النقل لا يكون بالصورة الجيدة نعاني من بعض التفاصيل في النقل وفي أيضا صورة الملعب وصورة الكاميرات وإلى مزالك لكن أعزرون هذا الموجود في إفريقيا وهذا الذي نسعى للتواصل به إذن التعادل كان سلبي في خلاصة الأحداث في هذه المباراة فريق الهلال كما حدثونا قبل أن نشاهد الصورة طبعا أنه سير المباراة بنوع من الخبرة والتوازن للوصول لمبتغاه وهو التاهل الآن طلاقة لفريق السيركي الباماكو والتسديدة لكن الكرة تمر وتتحول لدربة ركنية إذن بالمعز محجوب في حراسة المرمى وصيف مساوي يوسف محمد عبداللطيف بوي على الدين يوسف عمر بخيت نزار حامد مهند الطاهر سادومبا مدسر كاريكا وبكري المدينة هذه تشكيلة الزرقاء ضد فريق المالي في ملعب مديبو كايتا كرة علي خطيرة وخروج لحارس المرمى المعز محجوب في التأمين وفي أيضا الامساك بالكرة أمام الفريق المالي المسهل أداما كايتا إدريسة ناري ويوسف دونبيا محمد سي دي بي إسماعيل سي دي بي أيضا مديبو كونتي الحسين بنغورة محمد جاني أداما تراوري إسماعيل ديارة وممادو كيتو البديل جيبريل تراوري دخل بدلا من المصاب هنا كرة في محاولة للتمرير ولكن الكرة مرت لتتحول لدربة مرمى لمصلحة فريق الهلال مع البدايات التي حرمنا منها بسبب تدخل غير مفهوم طبعا من جانب الاتحاد المالي لكرة القدم هكذا دائما بعض الأمور والآن تصلني طبعا تصلني النتيجة قبل أن تطلع الصورة الفريق الهلالي متقدم بهدف السجل كاريكا من الدكتور السامة أتت المعلومة وفي دقيقة 28 من الشوت الأول إذن هذا خبر سار وخبر مفرح وخبر جميل صحيح لم نشاهد الهدف في سبب الاتحاد المالي لكرة القدم ولكن ما يهمنا في هذه القضية ما يهمنا في هذه الصورة في هذه اللحظة أن نتاهل الأزرق الهلالي على حساب سيركي الباماكو إذن الخبرة الكبيرة لفرسان الأزرق والخبرة المعروفة للاعبية الأزرق هي خير زاد للمرور وللتقدم وللوصول للمجموعات الآن نتقدم بسبات نتقدم بفريقين تاهل المريخ والآن في انتظار الهلال كرة مع نزار حامد وحاولة المرور خطيرة للفريق المالي ليحاول الدخول لمنطقة الجزاء بأي صورة وبأي وسيلة الحكم السينيقالي يعتبر أيضا التدخل وعثمان فال يشير إلى المعز محجوب والبطاقة الصفراء من جانب الحكم السينيقالي طاقا تحكيم من السينيقال أصمان فال موسيد ياكي تي سيدي توري وأيضا جوجيو الحكم الرابع في ملعب ماديبو كايتا بباماكو المالية وسط الإطرابات ووسط أيضا المشاكل السياسية التي كانت موجودة وأيضا المشاكل الرياضية التي افتعال الاتحاد كرة القدم وآخر نقل الشروق لقرابة نصف ساعة طبعا هذا بمفهوم وعقليات إفريقية كبيرة لكن نقول أن مفهوم السمسرة دائما والبحث عن المال يسيطر في هذه الأسنة كرة منقولة لصالح فريق الهلال المتقدم عبداللطيف بوي يلعب كرة أمامية في محاولة يعني خفف علينا الهدف الضغط والمعاناة قبل وصول الصورة الكرة تمر وتتحول مباشرة بمتابعة هلالية لتكون ضربة مرمى مع المعز محجوب هلال سافر وسط الظروف الصعبة كما تابعتم كما أيضا استمعتم كما علمتم غياب بعض العناصر عودة بعض العناصر من استشفاء وهذه الرحلة لكن ما يطمن أنه في خبرات في لاعبين يمتلكون الخبرة وبالتالي يستطيعون أن يقهروا السيركي المماكو والفرق الأخرى في إفريقيا هذا ما نعول عليه في فرقنا التي امتلكت الخبرة والتي امتلكت أيضا الروح بالمشاركات العديدة وهذا ما نتمنى حتى الآن الحمد لله الهلال المتقدم بهدف السجل كاريكا الآن سادومبا في محاولة للانطلاق كنت تسأل أنه ديغو غارزيتو بهذه التشكيل ربما وضع وضع الثقل الهجومي الكامل بأن يرمي بثلاثة مهاجمين للأمام لا يتراجع ولكن عموما هذه الثمار الآن هو متقدم بهدف وأتمنى طبعا كل توفيق للأزرق الهلالي في التحليق إن شاء الله يكون الخبر الثاني للجماهير الرياضية عبر قناة أشرق محاولة للتقدم كورا منقولة من جانب ريبو كايتا كورا منقولة لممادو ممادو محاولة للتقدم للأمام والضغط لابد أن ننتبه لهذه الخطورة الكبيرة في عمق الدفاع مرور أكثر من لاعب أحيانا يعتمد اللاعب المالي على الاندفاع للحصول على ركلة جزاء على مخالفة وبتالي في أرضية ملعب وفي أيضا درجة حرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وكورة كادة تأتي بالثاني كورة كادة تأتي بالثاني لمصلحة الفريق الهلالي لكن مرت حاولت دربة مربع مع آدم كايتا كورة ملعوبة أمامية في المحاولة والدفع حكم المباراة عثمان فال الخطأ لمصلحة سيركي المماكو كورة ملعوبة اسماعيل ديارة كورة في منتهى الخطورة في هجمات في طرق أقول في ما شهدناه في اللحظات الماضية أنه في بعض التساهل في الأمر الدفاعي يعني مرة اللاعب المالي اندفع داخل منطقة جزاء قبل هذه التسديدة قبل ذلك شاهدنا أتمنى طبعا والأمور هي في مصلحة الهلال برغم معاناة البعثة ومعاناة الفريق لكن الهلال حتى الآن متفوق ومتقدم على السيركي البماكو وهو المطلوب بالتمام والكماء الكرة ترجع بالرأس من مديبو كونتي في وسط الملعب ومحاولة لتمرير كرة أمامية منقول الآن سادومبا في محاولة للاستياد والمزاحمة وصفرة السينيجالي فال تمنح فريق سيركي بماكو أيضا المخالفة كرة ملعوبة لحارس المرمى آداما كايتا يلعب كرة في وسط الملعب مديبو كونتي محاولات لعودة من جانب سمايلا ديارة الأخطر الكرة مرت بصافرة وممخالفة لمصلحة فريق الهلال حتى الانتاج الكرة وقناة التلفزيون المالي في بعض المواصفات تغيب في فريق كما ذكرت أعزرون هذه الصورة المتحصل عليها من بماكو المالية في أحيانا غياب لضبط التوازن الموجود بين الكاميرات تشاهد أحيانا ألوان مختلفة للملعب لكن المهم أن نشاهد وأن ننقل وأن يكون الهلال منتصر ومتفوق ونأتيكم بالخبر دائما السعيد والسار هذا يخفف كل المعاناة وكل معاناة زملائي الموجودين في أدغال إفريقيا يفاوضون ويقاتلون في كل اتجاهات دائما ومتابعات مستمرة تكون لنصل الجماهير ولنصل المشاهدين ولنصل المتابعين ولنصل المحبين بالصورة مباشرة من ملاعب إفريقيا التي دائما تكون فيها معاناة شديدة لكن هذا واقعنا وهذه قارتنا وهذه بلادنا وهذه الفرق التي نلعب لابد نتمنى والله التطور نتمنى التطور السهولة كما يحدث في جميع المنافسات في القارات المختلفة كرة منقولة في محاولة للأمام في انطلاقها من جانب الحسين بنغورة لعب الغيني مع التشكيلة المالية لفريق سيركي باماكو لكن إشارة الحكم للمخالفة في وسط الملعب الآن كرة منعوبة من آدمات تراوري مرت الكرة وتتحول إرسال أمامي على حدود منطقة الجزاء سيف مساوي يترك الكرة لحارس المرمى المعز محجوب 16 لاعب قوام الرحلة الهلالية طبعا تابعت كل الظروف الهلال لثاني مرة في مالي في تاريخه الكبير في المشاركات الأفريقية كاريكا في محاولة يتقدم كاريكا لكن في تدخل من جانب مماد جاني كرة تمر على الجبهة اليمنى آدمة تراوري في غياب تعز الرؤية نلجأ لمراكز اللاعبين لأرقام اللاعبين للمراكز الموجودة في رسم التشكيل لكن كرة منقولة تتحول على الجبهة اليمنى محاولات للتقدم لكن في تغطية من جانب سيفا ساوي في المتابعة السابقة كرة ترجع أيضا لفريق سيركي باماكو محاولة لتقدم من جانب بنغورا لأن كرة وصلت لمماد جاني اللي سدت كرة بالقدم اليسرى اللاعب رقم سبعة مماد جاني أو محمد جاني كما يطلق دائما في مالي في غرب إفريقيا على اسم خير الأسماء وشرف اسمها محمد مماد كرة ملعوبة الآن عند السيطرة المعز محجوب إرسال كرة تمام والتحول سادنبا يحاول اللحاق سادنبا موجود وبكري وكاريكا يعني جارزيتو كانه بثلاث لاعبين وبتشكيل مختلف يغلب عليه الطابع الهجومي بالرغم أنه يحتاج لكن هذا فكر جارزيتو لا نتدخل فيه رؤى المدربين نحكم بالخواتيم المدرب لينجح ليصل لوهي للفريق ما سنطلب منه أكثر من ذلك الآن انطلاقة لكاريكا يلعب كرة ممتازة لبكر المدينة ولكن في راية في راية والكرة مع أداما كيتا في اندماع المالي قد يعتمد الفكرة على أن نضرب بالمهاجمين في كرة في وسط الملعب الآن ملعوبة من جنب اسماعيل ديارة بالرأس كرة تتحول للمتقدم ما بعده كيدو في محاولة لاستلام الكرة يلعب كرة لكن مرت وتحولت لم تصل لمامادو كيدو ومرت تحولت لرمية التماس لمصلحة فريق الهلال الأقرب بكل تأكيد والمتقدم الآن والمنتصر والمتفوق بهدف سجلوا كاريكا كرام العوبة بكري المدينة خطأ محتسب على بكري المدينة لبصلحة إدريسا ستاري المدافع الأيسر إدريسا ستاري رقم 17 في تشكيلة سيركي البماكو المالي سيركي يستعجل والهلال يتمهل طبعا لأن المسألة مفهومة الكرة ملعوبة للأمام كرة تمر وتسديدة من جانب اسماعيل ديارة لكن مرت عالية وتحولت لضربة مرمى مع المعز محجوب معز محجوب في حراسة المرمى الهلالية بهدين يبقى كالحارس الاحتياطي في هذه المباراة مع أيضا الأسماء طاهر حماد الصالح الأمين خليفة أحمد وعبد جابر هذه هي التشكيلة الكاملة ببنك الاحتياطيين انطلاق من جانب جاني في محاولة المرور لاحظ الملعب في سوء أرضية في ابتلال أيضا وهذه أيضا من العوامل لأن أمطار شهدت بماكو أمطار عديدة وهي تصعب أحيانا مع أرضية الملعب لكن ما يهم بالمجهود وبالخبرة وبالمهارة المكتسبة من أدغال إفريقيا الهلال حتى لا يسير المباراة في الاتجاه الصحيح وهو الأمر المهم والأهم بالنسبة للجماهير وللقاعدة المنتظرة المتطلعة كرة تتحول الآن على الجبهة اليمنى محاولة للمرور والتقدم جاني من الفريق المالي تسديدة والمعز محجوب في كرة خطيرة خطيرة بعد الكرة خلص الكرة خلص الكرة كرة في منتهى الخطورة مرت ووجدت لاعب موجود في داخل منطقة الجزاء شوف المحاولات محاولات اندفاع كبير جدا موجودة من جانب الفريق المالي لتعويض ما فات ونحن نمضي لخواتيم الشوط الأول نخرج الشوط الأول بهذه الصورة وبعد ذلك نفكر في الشوط الثاني كرة ملعوبة للأمام ورأسية من جديد كرة في منتهى الخطورة في بعض التوهان نقول الحقيقة دائما ونتحدث عن ما نراه ونتحدث عن الواقع في بعض التوهان في الخط الدفاعي في خط الدفاع بالرغم من أنه النتيجة جميلة والتقدم جميل ومجموح محصلة المباراة السابقة وهذه المباراة حتى الآن هي تريح لكن لا نريد أن نفرد دفاعيا ويجب أن نلعب بحزر في المنطقة الدفاعية في ملعب صعب التحرك من خلال ما نراه ونشاهد كرة على الجبهة اليمين يوسف محمد يخرج الكرة لسادومبا محاولة المرور سادومبا يلعب كرة في وسط الملعب مع مدسر كاريكا كاريكا يبحث عن زميل يعود للخلف كاريكا لسيف مساوي وسيف مساوي مع عبدالطيف بوي اللي خرج كرة لسادومبا كرة مع بكري المدينة نقلات للفريق الهلالي يلعب الكرة مع إدوار سادومبا سادومبا على الجبهة اليمين كرة المرمى للسيركل باماكو دقيقتين مضافة على الوقت الأصلي الشوط أول في هذه المباراة في ما ديبو كايتا في ما شاهدنا التقدم هلالي والانتصار هلالي بهدف السجل كاريكا كرة ملعوبة ومحاولة للمرور تمر الكرة نزار حامد ويتدخل أيضا السينيغالي بصافرة لمصلحة سيركل باماكو المالي الباحث عن الهدف بأي وسيلة الباحث عن التقدم للأمام لكن حتى الآن الهدوء والرزانة من جانب الهلال يا السلام يا سدنبا يا السلام على الكرة تدرس بكري الآن في الطلاقة بكري يبحث عن القادم عن القادم بكري يمر لتأخر المساندة لتأخر الدعم فضل أنه يراوغ يتقدم الكرة مرت وتحولت لضربة ركنية لمصلحة فريق الهلال مهند طاهر على التنفيذ الغزال الأسمر الهلالي في هذه المباراة بالتأكيد مباراة تعويض الغياب عن الأبطال تاهل والبحث عن إنجاز في الكونفدرالية تاهل الأحمر المريخي في انتظارك أيها الأزرق وفي انتظار النمور الشندوية لنكتب تاريخ جديد للكرة السودانية بتاهل ثلاثة أندية مباشرة لمرحلة المجموعات ويكون الصدام السوداني الخالص في مرحلة المجموعات وإن شاء الله حتى المباراة النهائية كرة على الجبهة اليمين الانطلاق من الجال يمنى فريق سيركي المماكو يتحرك مستغل تعود على أرضية الملعب أكثر من لاعبية الهلال وتسديدة الكرة ترجع لبكري المدينة شوف يحاول التمرير وفي هذه اللحظة أسمن فال أطلق الصافراء شوت أول انتهى هلالي بهدف سجل كاريكا إلى اللقاء في الشوت الثاني أترك أحداث ما شاءتموه للتحليل لكبتر رشيد في السوديو التحليلي لك الكلمة إذن بهدف لمدسر كاريكا في الدغية الـ 28 استطاعنا هذه الهلال أن يحرز هدف الأول في هذا المورا ضد سيركي البومكو بيمالي التي أتعبتنا كثيرا لنقل تفاصيل شوطي هذه المورا إذن الهلال يتقدم بهدف برفقاتنا طبعا الكبتن الكبير نجم الهلال الدكتور محمد حسين كسر لكن كبتن معها لانتصارها النتيجة الحلوة واليوم الحلو نعود لكن بعد الفاصل المواصلة معك إذن الفاصل قصيص منعود مع الكبتن محمد حسين كسر هذه المباراة برعاية زيوت ماستر كل يوم ومع إشراق كل شمس نعمل بجد مستلهمين طاقاتها اللامحنودة وبنظرة قوية إلى المستقبل البعيد نسعى حثيثا نحو الأفضل لنقدمه إليك ماستر ماكس قوة طبيعة مع كل الود والتقدير نجزد اللقابكم في رمضان في حلقات خاصة نتنسم عبير الخلد والجنان ونفحات النور من الجنة ولنا تأملات وعبر في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولعلمائنا فتاوى على الهواء مباشرة ونبحر في عوالم إيمانية روحانية تفيض بهدى للناس وتغمرنا بفضائل الشهر الكريم وعلى ضفة أخرى للفرح نلتخب إليك الذين يزرعون الاتسامة والضحك برفاء الغرية والمدينة فيرتبنا زورق الألحان في بر الفنان محمد الأبي ومعه يحلو السور اشتركوا في القناة سمح المهلة أكبر تخفيض في الأسعار والحساب بقبل ثانية لكل الناس اتكلم وادفع بأقل تعرفة للثانية في السودان زين عالم جميل جمال وطارق استراد المركات الأولى من الوابورات الصينية والهندية بمختلف المقاسات لجميع المشاريع الزراعية وتوليد الكهرباء جمال وطارق وابورات جياندونغ الصينية الممتازة طواحين الغلال طلبات المياه جميع المقاسات أجود ماركات وابورات الليستر الهندية طواحين جراند ماستر الأصلية جمال وطارق وابورات أميك الشهيرة لطواحين الذهب طلبات رافعة ماركات شاميك الأصلية جمال وطارق مولدات كهربائية موتورات لجميع الاستعمالات مع توفر جميع قطع الغيار شركة جمال وطارق للتجارة والاستثمار المحدودة أم درمان شارع المحاصيل ولاية الخرطوم محلية الخرطوم افتتاح مشروعات التنمية من 15 إلى 19 يوليو افتتاح مسلح الصحافة الحديث افتتاح 8 مدارس أساس نموذجية الرميلة القادسية أم المؤمنين أركويد غرم الشهيدة الطاهر الدباسين الشيماء وأركويد شمال صيانة 21 مدرسة بالإضافة لإنشاء 8 حدائق الرياض العشرة العمارات أركويد المنشية الصحافة الفردوس وجنوب شرق المطار وإنارة 22 ميدان بالأحياء محلية الخرطوم تتواصل مسيرة التنمية الأمريكي الآن صابون رغوة سائل بمواصفات عالمية واقتصادية وفعالة رغوة سائل جل ساحر ناعم على الأيدي قوة فعالة ضد ضد ماشي جو والسود يبلي معك صعبون يسر فيكون مضمون اسم الشهير رغوة انتبه لو داير تسكن فاخر وتستسمر وتوفر مالك وتريح بالك وتحقق أحلامك برج المدينة في انتظارك لأول مرة بالسودان شقق متكاملة الخدمات وبأسعار مغنية والتسليم في ستة أشهر فقط مكتب المبيعات ببرج المدينة بأركويد حي السفرة مربع 48 ويطل على شارع إفريقيا وحدايق الشهيد محمود شريف للاتصال 0-123-00-93-42 0-123-0-45-45-4 أو زيارة موقع الإلكتروني www.cityblaza-sd.com مع كل الود والتقدير نجزد اللقابكم في رمضان في حلقات خاصة نتنسم عبير الخلد والجنان ونفحات النور من الجنة ولنا تأملات وعبر في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولعلمائنا فتاوى على الهواء مباشرة ونبحر في عوالم إيمانية روحانية تفيض بهدى للناس وتغمرنا بفضائل الشهر الكريم وعلى ضفة أخرى للفرح نلتخب إليك الذين يزرعون الاتسامة والضحك برفاء الغريتي والمدينة فيرسو بنا زورق الألحان في بر الفنان محمد الأبي ومعه يحل السور كل يوم ومع إشراق كل شمس نعمل بجد مستلهمين طاقاتها اللامحنودة وبنظرة قوية إلى المستقبل البعيد نسعى حثيثا نحو الأفضل لنقدمه إليك ماستر ماكس قوة طبيعة هذه المباراة برعاية زيوت ماستر مرحبا بكم من جديد معنا في الستوديو طبعا كابتن محمد حسين كسلا كابتن نتيجة إيجابية بكل الحسابات الآن الهلال في وطع أفضل نحن ذكرنا أنه بدأت حمراء والآن زرقاء وفي طريقنا إن شاء الله إلى يوم بكرة يعني نادي أهل شندي ليكمل هذه الفرحة ويكون السودان كله أبيض إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله كابتن رشيد طبعا نحن سعداء بنتيجة الشوط الأول حقيقة نحن ما شاهدنا نص الشوط تقريبا ولكن فيما شاهدناه واضح أن الهلال قادر على الصمود في وجه هذه الأجمات غير المنظمة من قبل الفريق المالي المتوتر خاصة بعد استقبالي لهدف صعب من مهمته كثيرا نعم عيب الفريق المالي فيما شاهدناه إصراره على الوصول إلى مرمى الهلال عبر عمق الدفاع المتكتل وذلك يعتبر من المهام الصعبة نعم صحيح أن دفاع الهلال لا يتسم أحيانا بالجدية اللازمة نعم ودروقت لازم يركز عليها وأعتقد أنه الجهاز الفني يجب أن يوجه ويتدخل ويحسم هذه الظواهر نعم لأنها ممكن تؤدي إلى نتائج وخيمة نعم الهلال يبدو أنه مضطر لإلغاء دور لعبية الوسط في بناء الهجمات وصناعة اللعب وشاهدناه يكتفي كثيرا بالإرسال الطويل هذا ليس من صحة الفريق لأنه ببساطة يمنح الخصف الفرصة لبناء حجم جديدة وهكذا ولكن النتيجة حتى الآن مطمئنة وزي ما قلنا نحن في بداية الأستوديو أنه الهلال يجب أن يتفوق الهلال عنده كل مقاومات النجاح من خبرة لعبين من قدرات من مهارات من جهاز فني نعم قدير وإدارة مستقرة أيضا فأعتقد أنه دي كلها عوامل في مصحة الفريق وستقود إن شاء الله إلى النجاح المنتظر كابتن نحن من الجزء اللي شاهدناه طبعا بعد المشكل اللي تم اللي حدثت في مالي أهداء الهلال تنظيم الفريق قرزيتو أعتقد أنه نحن تكلمنا عن أنه نكون متخوفين لكن بشكل عام التنظيم كان جيد جدا شوفنا فريق المحاولات لفريق سيركي بماكو زي ما أنت قلت الاختراق مواصل اللعب ولكن لم تشكل خطورة لتغفر عدد كبير جدا من لعبين الهلال في هذه المنطقة هل وجود أنها تكلمنا عن كاريكا وسادنوبا وبكري وجودهم سيستمر حتى نتمرها من خلال قراءتك لهذا الشيطة الأول أم سيتم تغيير بعض اللعبين وتغيير طريقة اللعب مع السماح الزمارة الآن أصبحت مرة أقرب إلى الهلال طبعا أنه من الصعوبة على فريق مثل هذا الفريق أن يحرص أربع هداف ليلا حتى يتفوق ويصعر بحسن الله كابتن رشيد طبعا سؤالك في محلو ولكن منه من الأناصر الممكن تكون بديلة في مبارزة يدي هجوم الهلال عنده احتياطة واحدة اللي هو الطاير حماد عبده أعتقد أنه غاب مدة طويلة جدا نعم ولا أتوقع أنا شخصيا مشاركته في مبارزة يدي بعد طول الغياب هل يعني ذلك أنه سيستمر بهذا التشكيل حتى نهاية مبارزة؟ والله في الطاهر حماد يعني إذا تعب أي واحد من المهامين نعم ممكن يستبدله هو في خليفة في الوسط كالترابح نعم ممكن جوكر ممكن يلعب في كل الخطوط فممكن يستعين بخليفة وطاهر في الشوطة الثانية إذا رأى في ذلك ضرورة طبعا بعض المدربين يقول لك التغيب هو ألعبه نعم فإذا كان أنت غالب وما في ضرورة التغيير ممكن تواصل بنفس اللعبين إلى أن تصل مرحلة معينة عايز تريح فيها عايز تأمن نتيجة عايز تعمل حاجة معهم ممكن تغالب التغيير التكتيكية في نهاية المباراة كبتو رشيد نحن بين الشواطين تكلمنا عن مشهد المعيز وهو قبل المباراة قصر قبل المباراة الآن قبل قبل المباراة الآن مشهد شوفناها بتاع المعيز نعم 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 في شطلاول أيوا نعم فقلنا نحن علّقنا على الحتة دي وقلنا أنه المعيز نحن قبل المباراة تكلمنا فينا عن المعيز فأحداث في إقتقصك أثناء الشطلاول أيوة قبل وقراء قلنا المعيز كآخر اللاعب مهمته أنه توجيه اللاعبين طبعا من أهم الأشياء المطلوبة في حارس المرنة وهم المواصفات هدوء العصاب الحارس ده مفروض يكون أبرد واحد في الملعب فالمعيز في كثير من أحيان بيتوتر في وقت ما في ضرور أصلا وانت متقدم بهدف يعني حس الكرت اللي أخذه ده ما أفتكر أنه في دائرة وكان يعني وصحيح أنه اللاعب مثل ويليد كان يختل الحكم بأنه اللاعب هذا مثل وكان ينال كرت وكذا لكن فيه كابتن فريغ أعتقدته عمر بخيت في هذا المرة فكان ممكن نترك المهمة لعمر بخيت بحكم قائد الفريغ يتكلم مع الحكم بطريقة أنه وصل الرسالة أنه هؤلاء اللاعبين يلعبون على التمثيل والله هي دي مناسبة يا كابتن رشيد خلينا نأتكلم في نقطة برضو بدور فيها لغة كثيرة حقيقة نعم طبع الناس بيتعلق عن أنه دور الكابتن شنو في أنه يعني يتكلم مع الحكم عنده الحق ما عنده الحق كثير من الكاباتين بيتكلموا مع الحكام وبيمشوا بأسلوب ممكن يثير الحكم نفسه نعم فهو أصلا هل من الأساس عنده الحق نقويين في تنظر الحكم أنت ما أنت ما الحكم الرابع ولا أنت أصلا جزء من هيئة التحكيم نعم حتى ولكن كنت الكابتن نعم فكابتني الكابتن دا أنت دي رئاسة لاعبيك الكابتن أنت رئيس لاعبينك نعم ما عندك سلطة مع الحكم وما عندك سلطة في أي حتة تالية لكن كابتن ببعض الناس يتشاهد في الدول الأوروبية المنتقدمة في الكرة أن اللعبين ينبهوا الحكم بطريقة يعني كما أنت قلت فيها نوع من الزكاة توصل الرسالة نحن ممكننا نلعب نحن عندنا مدربة أنا مش مناعزين نقول في السورية أن تتطلع من السوديو يتحدث عن كيف أنك توصل الرسالة للحكم بطريقة المباشرة بعد الحيان تكلم مع زميلك عشان توصل الرسالة لحكم براي أنه نحن نلعب على الصايد اللاينز ما نسمع والحكم نسمع إذا فيها شكرك الحكم ربما لا يرفع والحكم ربما يصفر بعد الحيان حتى أنت في دير رشيد عرضت بذكاء وما خطبت الحكم أيضا لم أعرضت نفسك لأي لقد ربت مثال بأعدم المغالقين بعض الحين تخطر الحكم يعني عندما يتكلم عن الحكم لكن أسلوب تكلم الحكم لابد أن تشعره أنه هو صاحب القرار لكن أنه هذا اللعب يمثل يعني أو تلفت نظره إلى هو معز معه حق لكن طريقة التعبير كانت غير موفق فيها كابتن هو صحيح نحن نحن ننبيه نحن في الأستوديو هنا عايزين ننبيه لأنه النسائل دي ممكن سواء كان المعز أو غيره من اللعبين نعم بالصفة عامة يعني كابتن أنا عايزة رجع لك لنقطة هامة جدا ربما بعض الناس نحن نتكلم عن عوامل داما نساعد الفريق في الفوس هل الخبر تبرئة أو براءة الأمين البريغ اللي وصلت لللاعبين في غرفة اللعبين قبل بداية الشيط الأول ساهمت فيه ربما أعطت اللعبين روح جيدة جدا لأنه كان في توتر بالنسبة لم مستقبل الفريق في وجود إيقاف لو كان أثبت إيقاف اللعبين البريغغ كانت تكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لنا لابد أن يخطو التعب نحن نستغيق طوال نعم هي كابتن رشيد تتوقف على طبيعة العلاقة الموجودة بين الفريق والجوانب الإدارية يعني فيه دارين بيفصلوا بين الاثنين بيخلوا مشاكل الإدارة الوحدة ومشاكل الفريق الفنية أجهال الفنية وكده فيه ناس بيخلطوا بين إذا كانت أصلاً المسائل في نادي الهلال في الوقت الحالي يعني كان الفريق متأثر خلال الفترة الماضية أعتقد أنه حصل ليو ريليف يعني بعد كده حتى ممكن معنوياً يكونوا في حال أفضل نعم وممكن يمشوا في المشوار دي للأمام إن شاء الله شنو يا كابتن مطلوب من قرزته في الشيطاني مع هذه النتيجة والتفوق بهدف على أرض فريق غير سيكي لبماكو هو قرزته لعب الشيطان الأول بأسلوب لعب معين توقع أنه الفريق المالي يهاجمهم في على ملعبه وفعل هذا الحصل الفريق المالي نحن حتى على ملعبه نعم توقعنا وقلنا في بداية الأستوديو أنه قد يظهر بشكل أكثر تنظيماً في الدفاع ولكن ما شهدنا ما يؤكد لينا كلامنا دي نعم واضح هناك بعض الصورة من أرضية الملعب الحكم في تكلم مع بعض فريق سيكي شكراً كابتن رشيد شكراً كابتن كسلا إذن مشاهدي الشرق في كل مكان من جديد ملعب هديو كايتا في بماكو العاصمة المالية شوط العبور الهلالي هلال السوداني يستطيع أن يمر ويستطيع أن يؤكد الجدارة والانتصار في مباراتهم درومان والانتصار عبر الشوط الأول بهدف النجم كاريكا في خيارات الشوط الثاني في حلول الشوط الثاني وفي أيضاً عبور الفريق الهلالي أمام سيركي بماكو في هذا الملعب للأمام في التههل مباشرة كما تاهل الأحمر المريخي الآن الأزرق على أعتاب أتاهل نكمل هذه الفرحة إن شاء الله عبر هذه الأمسية وننتظر غداً فرح يأتينا من دار جعل من شندي لتكتمل الصورة السودانية ويكتمل الصعود للفرق الثلاثة بعد ذلك ننتظر وصول إن شاء الله فريقين إلى النهائي ليكون الكأس كأس السوداني للكونفدريشن كاب في هذا الموسم إذن الانطلاق والبداية مع الفريق الهلالي في التشكيل وفي الحديث الطيب اللي دار في السوديو ربما من الخيارات أيضاً بالنسبة للمدرب أنا كان بالاعتقاد أن المدافع الصالح الأمين ربما يبدأ بجانب سيفا ساوي لكن وجود يوسف محمد في المباراة عموماً هذه رؤية جارزيتو لا نتدخل نرى ونشاهد وبعد ذلك يكون الحكم بالخواتيم لكن في محاولة للانطلاق ومحاولة للعب كرة خطيرة جداً خطيرة جداً استضمت يا الله ما زالت يا الله كرة خطيرة لا نريد بكل صراحة وبكل أمانة يعني مسلسل الفرص الضائعة من جانب الفريق المالي على التقدم الدفاعي الهلالي برأي البسيط والمتواضع من خلال هذا الشكل من خلال هذه الصورة يجب أن يكون الصالح الأمين موجود وبعد ذلك أن يلعب بتشكيل الدفاعية بالصورة الممتازة ليكون فريق الهلال متوازن يعني صحيح الفريق أنه متقدم فريق الهلال متفوق فريق الهلال أنهى الشرط الأول بتفوق لكن لا نريد اللعب الأعصاب يعني من خلال ما نشاهد أحياناً من انطلاقات خطيرة جداً للعب المالي يعني يندفع ويصل خلاص لمنطقة تسديد يعني هذه الفرص اللي شاهدناها فرص حقيقية وفرص واقعية وفرص ربما يتؤكد يعني اقتراب هذا الفريق من التسجيل لكن الانطلاق الأهم مهندة طاهر محاولة المرور العودة والتمرير والانطلاق على الجهة اليوم نشاهدنا كيف استفاد هذا الفريق سينكي الباماكو في مباراة ودد أمب المصري في هذا الملعب كيف استطاع أن يعود من بعيد وحدة ثلاث أهداف لكن صعب بصاح بحسابات المنطق بلكورة أنه فريق الهلال الفريق كبير ويملك الخبرات لكن نريد أن نكمل الصورة الجميلة حتى النهاية الانطلاق هلالية انطلاق هلالية كورا ملعوبة ومرت في المنطقة الخطيرة وما جيبه كنتي أبعد الخطر الهلالي الداهم على فريق السيركي الباماكو يبقى بهذه الصورة فريق الهلال يقدم عطاه هجوم ويقدم حلول هجومية ولكن مع التأكيد على أنه هناك صغرات دفاعية شاهدناها وانطلاقات خطيرة للفريق المالي كورا ملعوبة للأمام محاولة رأسية ترجع ولما ممتازة والتسديدة لكن ضعيفة مقطوعة من جانب الدفاع تتحول على الجهة اليسرى والكورا تمر لتكون رمي التماس رمي التماس هلالية على التنفيذ والبطاقة الصفراء طبعا اعتبر عثمان فال أنه اللعب بوي يعطل في اللعب يؤخر في الدقائق يجب أن ننتبه من التحكيم وكما قال كابتن كسلا مع كابتن رشيد في السوديو مسألة الحديث مع الحكم مسألة أيضا أن ننال بطاقات صفراء مجانية هذه مسألة مرفوضة تعيق أداء الفريق في المراحل القادمة لم تأتي القرارات بإسقاطة طبعا لكن لا ندخل في مناطق فيها نوع من العقوبات للتحكيم عموما الأداء الهلالي أتمنى المؤشر للانتصار أتمنى هو مؤشر العبور بمساحة كبيرة الآن نحن نتفوق على الحسابات برقم كبير على الفريق المالي لكن نريد أن نطمين أكثر وأكثر ونريد أن نؤكد تاهول الأزرق أكثر وأكثر من خلال هذه المباراة مباراة مادي بوكيتا إذن الكرة في رمية التماس لمصلحة الفريق المالي مع سيركي المماكو على التنفيذ كرة ملعوبة من كونتي تعود عالية خروج للمعز محجوب وهفوة كبيرة من المعز لكن الإبعاد الدفاعي كان موجود أيضا كرة تتحول لبكري المدينة والكرة تمر وتتحول لرمية التماس رمية التماس لسيركي المماكو المالي والمعز محجوب سلامات المعز محجوب الخروج أرضية الملعب أحيانا التمركز فقدان التوازن في هذه الأرضية الصعب التحرك فيها أرضية المبتلة بأثار الأمطار المتكررة في بماكو المالية نحن تمنى كل التوفيق لنجوم الهلال أن نسير هذه المباراة بالشكل المطلوب بدون تعرض لإصابات بدون أيضا التعرض لمواقف حارجة أو ضغط بمنح الفريق المالي هدف يرفع من معنوياته يزيد من طموحه في التقدم للأمام ويحاول طبعا الوصول الفريق الذي بدأ مشواره مع النهضة تشاد واستطاع أن يتفوق على ملعب وكمل مع امبي المصري في كانت المفاجأة اللافتة في تاريخ وفي مشوار هذا الفريق أنه عاد وتفوق هنا المحاولة الخطيرة في التوقيت والتقدير من جانب المعز محجوب وكانت المتابعة موجودة من جانب يوسف محمد التحول الآن لفريق سيركي بماكو كلما نقول من أدامة تراوري الانطلاق بمماذه جاني محاولة المرور لكن في أيضا كرة مقطوعة دفاعية وكرة ملعوبة للأمام باتجاه سادومبا محاولة من سادومبا للمطاردة لكن التغطية من ما جيبه كونتي لحول الكرة لحارس المرمى أدامة كايتا حارس سيركي البماكو رسال الكرة أمامية الآن محاولة لتقدم عن طريق الجبهة اليسرى الكرة تمر وتتحول لرمية التماس للفريق الهلال من اليمين التمهل الهلالي بالنسبة للعبين أمر مفهوم ومعلوم ولكن فقط أتمنى أن يكون بزكاة ولا نتعرض للبطاقات بسومي سينزل لعب رقم 13 الآن الفريق المالي ما عنده ما يخسره سيرمي بكل أوراقه وبكل حلوله وأمامه طريق وحيد أنه أن يحاول التسجيل الأهداف في هذه المباراة إخراج إسماعيل ديارة والحمد لله أن إسماعيل ديارة خرج هذا اللاعب خلال مباراة أم درمين كان أخطر العناصر وأخطر العناصر فيها المقدمة الهجومية بالنسبة لسيركي البماكو كرة ملعوبة على الجبهة اليمنى من ممادوك كيدي تتحول لليمين رسال الكرة أمامية من أدامة تراوري محاولات تقدم لكن الكرة مرت وتحولت رامية التماس رامية التماس سيركي البماكو ملعوبة حاول هي كرة أمام منطقة الجزاء لكن مقطوعة خاطئة ترجع من جديد للفريق المالي اللي يحاول في التسديدة وكرة في منتقى الخطورة كرة فيها خطورة كبيرة تعامل معها المعز محجوب بزكاء كبير وتفطن أبعد الكرة إلى دربة روكنية دربة روكنية لسيركي البماكو كرة ملعوبة للأمام والرأسية من جديد لكن تمر وتتحول لضربة مرمى يعني بالنسبة للمتابع حتى وأنه مرتاح بالنسبة النتيجة لكن الهجمات الخطيرة تغلق ودائما تشكل هاجس لذلك نريد يضبط الفريق الهلالي إيقاع الدفاع بصورة ممتازة أن يوقف الهجمات الخطيرة للفريق المالي بعد ذلك الاستحواز السلبي للفريق المالي لا يشكل خطورة ولكن التقدم للأمام ووصول لمنطقة الجزاء تهديد المرة أكثر من مرمى يعني هذا هذا مرفوض كرة من العبالي سادومبا سادومبا يعيد الكرة لنزار حامد ينقل كرة أمامية باتجاه كاريكا العودة لحارس المرمى وكاريكا الكرة من أداما كايتا يبعد كرة أمامية بالرأس مكتوعة من جانب عمر بخيت والتدخل والخطأ لمصلحة الفريق الهلالي بعد تدخل بكل قوة من جانب أداما تراوري لعب رقم 29 لاصطدم بعمر بخيت في اللقطة الماضية السلامات لكابتن عمر سلامات لعمر بخيت تستمر هذه المنافسة وتستمر المباريات إذا الهلال يلعب دور 16 مكرر بعد طبعا مغادرة دوري الأبطال والبحث عن التعويض عبر الكوفيدرالية مر الهلال على دبلوانسيين في المباراة في افتتاحة الموسم الأفريقي في دوري الأبطال فريق الهلال أيضا أدى مباراة كبيرة مع أولوان بشليف الجزائي الخارج بركلات ترجيح تحول لهذا الدور المباراة هذه المباراة رقم 6 بالنسبة للهلال في المشوار في هذا الموسم الأفريقي ولتأمناه موسم متميز من خلال تركيزنا على بطولة الكوفيدرالية من خلال أنديتنا السودانية الموجودة في هذه المنافسة كرة تتحول الآن في وسط الملعب سيف مساوي سيف مساوي في المتابعة والمحاولة يلعب كرة أمامية بتجاه إدوارد سادومبا كرة تمر وتصل لحارس المرمى أدامة كايتا بداية التمرير ماضيبو كونتي يلعب مع محمدو سيدي بي تحول الكرة للحارس أدامة كايتا في نقلات محاولة من جانب الفريق المالي للسحب الهلال للأمام لكن في توازن في تراجع الآن في هذه اللحظات كرة بالرأس ملعوبة مهند الطاهر في محاولة اللحق بالكرة لكن ضاعت في وسط الملعب الجديد مقطوعة للفريق المالي سيركي الباماكو في محاولات تقدم على الجهة اليسرى عن طريق جاني ويلعب كرة للأمام لكن في تغطية دفاعية وتامين دفاعي الكرة مرت لتعود من جديد لسيركي الباماكو استحواز وكرة ملعوبة للأمام لكن التفويت والمرور باتجاه عمر بخيت عمر بخيت قائد الفرقة الهلالية في هذه المباراة في غياب الكابتن هيسم الكرة تتحول في وسط المرعب العودة والتمرير ومحاولة الانطلاق كرة أمامية بالرأس لسيركي الباماكو لمحاولة تقدم أدامة راوري يلعب كرة في المنطقة الخطورة أدامة راوري والدخول من سيف مساوي وحارس المرمى المعيز محجوب صاب ربما مؤكد حكم المباراة بتصرف غريب هذا الحارس الذي شارك في اللقطة الماضية السنغالي السنغالي عثمان فال تحكيم غير مبشر ولكن نتمنى أن تمر دقائق واللحظات ويمر الفريق الهلالي للأمام هذه لعبة مشتركة هذا تداخل مع لاعب يحاول التسديد وحارس مرمى يحاول إبعاد الكرة واللقطة الآن في الإعادة في تداخل من قدم اللاعب واللي سدد على جسد المعيز محجوب وبالتالي تعرض الإصابة مشى الحكم اللقطة وابعدت بعد ذلك الكرة وابتعدت الخطورة رجع واتخذ قرار عموما لا نفتح ملف التحكيم الإفريقي مدام المسألة وشوف يطالب حتى اللاعبين بعدم الحديث وهذا ما قال الدكتور كسل يعني خلاص يعني لا فائدة من الحديث مع تحكيم الإفريقي نتحاشل بطاقات الصفراء حكم عانينا كثير وعانت أنديتك كثيرا في ملاعب إفريقيا لا نريد أن نقول هذه شماعة لكن دائما ركلات ترجيح حتى في القرارات في تدخل المخالفات تشعر وانت كلاعب كرة قدم والجميع لمارس لعبة كرة القدم واللي شارك في منافسات يفهم تماما حينما يتحول إحساسك بأن الحكم يترصدك أو يمنح الفريق ثاني امتيازات هذه تؤثر أحيانا على عقليات اللاعبين وتتفاوت طبعا الخبرات تتفاوت الرؤى عموما نستأنف المشوار والمشوار مكتوب باللون الأزرق حتى الآن في انتصار هلالي في مرعب ديبو كايتا وأيضا في ال انتصار السابق اللي كان في أمدرومان كرة ملعوبة تتحول للأمام محاولة بالراس في انطلاق من جانب كيدي يلعب كورة ولكن مرت من أدامة تراوري تحولت الكورة لرمية التماس رمية التماس لمصلحة فريق الهلال مع يوسف محمد وطبعا في تكتيكات خفية يعني أن تذهب للكورة بتمحل في هذه الظروف الهلال مادام الآن النتيجة في صالحه يسير اللقاء بإقاع وبريتم بطيء ولكن فقط النقطة اللي هي ملاحظة يجب أن نمنع الفريق المالي حتى من تسجيل الهدف الأول اللي يمنحه روح معنوية كورة ملعوبة تتحول في وسط الملعب بقطوع من جانب نزار حامد يلعب كورة نزار حامد لأدوارد سادومبا سادومبا في بحث عن الفرصة لقتل الفريق المالي نهائيا كاريكا يحاول يلعب كورة للأمام ودخول من جانب عبداللطيف بوي الكورة تتحول والنتيجة واضحة طبعا تقدم الهلال في باماكو بكل الظروف المحيطة كورة ملعوبة للأمام وفي منتهى الخطورة خروج حارس المرمى المعز محجوب وتأمين اللقطة الماضية ربع الساعة الأول يمضي من الشوط الثاني لهذه المباراة والتفوق طبعا هلالي بهدف سجل كاريكا في دقيقة 28 مع انطلاقة الشوط الأول كورة بالرأس تعاد وتبعد هلالية للأمام رأسية ترجع من جانب حسين بنغورة تتحول الكورة لرمية تماث لمصلحة فريق الهلال في حال تحول الكورة طبعا لاستحواز حتى غير استحواز سلبي من نسبة الفريق المالي لا يهدد مرمانا لا يهم المهم أن تكون الكورة منقولة الآن هلالية ومحاولة من جانب كاريكا يلعب كورة تسديد من كاريكا بالقدم اليمنى حاول مباغة حارس المرمى أدام كايتا في كورة مرت على يمين الحارس في منتهى الخطورة كورة ترجع الآن تخلص من جانب سيف مساوي إرسال الكورة للأمام من جانب سيف مساوي لكن في متابعة أيضا من الدفاع المالي وإشارة المساعد الحكم بوجود التسلل على سادون باكورة مرعوبة للأمام بالرأس مكتوعة هلالية في وسط المرعب من البديل باسومي محاولة للتقدم للأمام من جانب الفريق المالي في لقطة خطيرة جدا في لقطة تؤكد ما كنا نتحدث عنه وما كنا نقول ونردد عن أن وجود بعض الهنات بعض الثقرات محاولة المرور أحيانا بكل خطورة للفريق المالي شوف الكورة من جديد شوف اللعبة وتأكد بنفسك في محاولة في اعتماد على التسلل من جانب دفاع الهلال والكورة مرت وتحولت لضربة مرمى مع المعز محجوب نام مساعد الحكم على الخط ويمكن أن يحدث في عديد اللقطات لذلك على الدفاع الهلالي أن يعتمد على إبعاد الكورات مباشرة ولا ينظم مسجد التسلل الكورة ملعوبة ومنقولة والصافرة حاضرة سينيغالية جاهزة مترصدة خطأ الآن لمصلحة الفريق المالي سيركي الباماكو المحاولة والتدخل وعبداللطيف بوي أيضا فيه إعاقة في هذه اللقطة أحيانا تصيب مع الحكم وأحيانا لا العموما كرة مع أداما تراوري أداما تراوري على التنفيذ لعب رقم 29 أداما تراوري على تنفيذ المخالف السيركي الباماكو ملعوبة ومرت بسلام تحولت مع حارس المرمى المعز محجوب دربة مرمى هلالية في حدود دقيقة 18 من شوط اللعب الثاني لهذه المباراة مباراة الرد مباراة العودة مباراة التأهل إن شاء الله للفريق الهلالي المشجعين الماليين والطبول والموسيقى والتشجيع اللي دائما يكون موجود في إفريقيا من خلال أيضا الحديث من خلال مشاهدات الملعب في مالي ليس ممتلئ بالجماهير وهذا أيضا في مصلحة كورة مع إدوارد سادومبا سادومبا يلعب كورة لمهند الطاهر منقولة هلالية تمريرة ممتازة يا ولد يا جميل كورة على الجهة اليمنى لكن المدافع بتغطية وبعودة سريعة غطى الاندفاع أمام بكري المدينة كورة التحول الآن لرمية التماس رمية التماس لمصلحة فريق الهلال التماس سيكون مع الفريق الهلالي ملعوبة مباشرة للأمام جانب على دين يوسف على يوسف في محاولة ومرور يلعب كورة ممتازة على اليمين طلاقة من بكري المدينة هي الكورة أمام كاريكا لكن اتخلصت الكورة من كونتي ترجع حلالية مع عمر بخيد لعبداللطيف بوي كورة استضمت ومازالت الكورة في أرضية الملعب التماس لمصلحة الفريق الهلالي مع مدسر كاريكا كاريكا على التنفيذ رمية التماس ملعوبة مباشرة مدسر كاريكا لكن التدخل المالي من جانب لعب ممادو جاني يلعب كورة لأدامة راوري لجاني تمريرات للفريق المالي كورة في وسط الملعب الآن محاولة تقدم للأمام من جانب سيركي الباماكو في نقلات على الجهة اليسر وتمرير كورة أمامية لكن أقرب لحارس المرمى للمعز محجوب حارس المرمى الهلالي معز محجوب في الالتقاط وفي التأمين في هذه اللقطة إرسال كورة للأمام عالية ملعوبة من جانب معز محجوب تمرير الكورة لسيركي الباماكو محاولة للانطلاق والتقدم من جانب حسين بانكورة والكورة ملعوبة يرسل كورة على الجهة اليمنى في محاولة أدامة تراوري عام المشوار تراوري محاولات التقدم في منتهى الخطورة على حدود منطقة الجزاء على الدين يوسف على يوسف في اللحظة المناسبة وفي توقيت السليم خلص الكورة مرت وتحولت رمي التماس تماس مالي ملعوب على الحدود بين الجهة اليسرى للفريق المالي اليمنى للهلال عالية ملعوبة ولكن سهلة عند حارس المرمى المعز محجوب تمرير الكورة مباشرة في وسط الملعب ترجع من جانب فريق سيركي الباماكو ثلاثة فرق مالية تشارك مثل ما تشارك فرقنا السودانية ثلاثة في هذه المرحلة من الكونفدرالية تمنى الصورة الباهية الزاهية التي تكمل المشاركة السودانية بانتصار وتأهل للمرحلة القادمة بكل روية طبعا كرة تعود لحارس المرمى ملعوبة للأمام رأسية معكوسة والإبعاد الدفاعي أيضا السليم كرة تمر لتتحول على الجبهة اليمين بكر المدينة بكر المدينة في وسط الملعب ترجع كرة من جانب مبادو الجاني محاولة المرور من باسومي ستار لعب البديل باسومي محاولات صراع الكرة في أرضية صعبة في ملعب صعب هنا نتحول على الجهة اليسرى انطلاق سريع ومشوار لسيركل باماكو المالي أدامة تراوري واحد من العناصر النشطة والفعالة جدا في الدقائق الماضية أدامة تراوري في محاولات يرجع أدامة في محاولة ولكن أيضا متابعة دفاعية مرت الكرة وتحولت لرمية التماس بعد متابعة نزار حامد في تبديل هلالي الآن هذا ما كنت أتحدث عنه صالح الأمين هذه الرؤية اللي قلت أنه لابد أن يكون موجود في الدفاع الهلالي الآن يخرج مهند الطاهر ويدخل صالح الأمين للدفاع الهلالي في تغيير أول في ورقة أولى من جانب دييغو غارزيتو لتأمين الشكل الدفاعي بالصورة المطلوبة مع سيف مساوي كعمق دفاع كرة عالية وعالية الكرة ما زالت ولكن الإبعاد الرأسي من جديد تعود الكرة على حدود منطقة الجزاء ويا ربي يستار ياربي يستار في صافرة حكم اللقاء عثمان فعل السينيغالي في لحظة وفي لقطة وفي تأكيد نشوف المحاولة أدامة تراوري وتداخل القدم في لحظة يحتسب طبعا ركلة الجزاء هدف لينتظر فريق سيركي الباماكو لي يلعب على حظوظه بالرغم أنه يحتاج واقعيا لتسجيل أربع هدف حتى يتجاوز فريق الهلال على اعتبار الهلال سجل هدفهم في مدرمان وسجل هدف الآن في مالي والهدف الغالي هذه فائدة الأهداف العكسية نشوف فائدة هدف كاريكا الآن في لحظة مثل هذه اللحظات تصعب عليك الأمور بكل تأكيد هنا المحاولة تقدم حارس المرمى أدامك كايتا أدامك كايتا ممتاز يا معز ممتاز يا معز يا محجوب يا محجوب معز محجوب يلا أرجع عاقب الحارس عاقب الحارس وين سادومبا وين سادومبا الكورة راجعة من مدسر كاريكا وتحولت مباشرة يعني أنا قلت من خلال قراءات البسيطة والمتواضعة أنه حكم المباراة جاهز جاهز للصافرة في كل لحظة ولذلك يجب على دفاع الهلال يلعب بكل قوة بدون استهتار الآن كرة ملعوبة باتجاه كاريكا حاول كاريكا التسجيل ترجع الكورة لنزار حامد يلا نزار على حدود منطقة الجزاء التمريرة مرت لأدامك كايتا وصدة ممتازة من جانب المعز محجوب بعد أن تقدم حارس المرمى ونفذ الكورة بنفسه ركلة الجزاء الضائعة من جانب السيركي الباماكو كورة تتحول الآن على الجبهة اليمنى إرسال هلالي أمامي بالرأس الكورة تتحول على الجبهة اليمين ومحاولة الانطلاق الزقراء على تريق بكري المدينة المدينة في مراوغة المدينة مع الكورة بكري الآن بكري هيأ كورة لكن الكورة مع حارس المرمى أدامك كايتا لم تصل لإدوار سادومبا بإمكان فريق الهلال نسجل هدف في هذه المباراة كورة تتحول الآن والتدخل على الجبهة اليمين والقتالية الدفاعية والروح الدفاعية يجب أن تعود لنحكم السيطرة ونمنع الفريق المالي من مجرد الوصول معز محجوب معز محجوب انتبه بطاقة صفراء موجودة الآن تتحرك شوف اللقطة وعادة اللقطة والمعز محجوب في صدى ممتازة في اللقطة الماضية احتجاج ارجع الى المرمى هذا الكلام السليم يا معز محجوب لا تحتج على عثمان فالحكم مباراة اليوم والبطاقة الصفراء ربما تكون قريبة لتأتي بالحمراء لا نحتاج لهذا السيناريو الآن المسألة تسير على قدم وساق وبالفعل شوف الحكم يعني حتى زعلان من الإصابة من إصابة اللاعب الهلالي قد يكون القرار في محاولة شوف شوف يعني في اندفاع في فعال من حكم المباراة عثمان فال الحكم السنغالي لهذه المباراة ويشير اكثر من مرة ابعد احتسب الوقت الضايع واحتسب ما عندك ساعة عموما هذا هو التحكيم الافريقي عموما من لاعبين طبعا لا نقول بأنه لاعبين هذا تكتيكات تستخدم يعني احيانا اقتل اللعب اموت اللعب اخرج الفريق الاخر من رتم من زكاء ان تستخدم كل هذه الامور متاحة ولكن نحرص في التعامل مع هذا الحكم تحديدا عثمان فال في هذه المباراة ربما خليفة سيشارك من خلال التحرك وبطاقة صفراء جاهزة جاهزة في كل حالة اصابة وبدون اصابة العموم المساحة بعيدة ما زالت والمسافة بعيدة ما بين ان يعود سيرك البماكو ويخطف بطاقة التاهل من الهلال لا نقول بأنه هناك مستحيل في عالم كرة القدم ولكن هذا الشبه مستحيل بما نراه سيد عثمان فال حكم اللقاء من السينيغال البطاقة الصفراء هذه المرة للاعب من سيرك البماكو احسن يعني الحكم يمنح الآن بطاقة صفراء للفريق المالي سيرك البماكو الكرة ستكون رامي التماس فريق مدام منتصر فريق مدام متفوق نسير المباراة بهدوء سادومبا ادوارد سادومبا مع الكرة التقدم الجاري بزنبابوي يلعب كرة لمدتصر كاريكا ممتازة التسليم والتسلم كرة لسادومبا المهارة الفردية الحل الفردي لكن الكرة التمرير السيئة من ادوارد سادومبا اقرب كانت تحارس المرمى اداما كايتا لبدأ مباشرة التحول على الجهة اليسرى محاولة للتمرير اداما تروري الاكثر حركة في المقدمة لسيرك البماكو ارسال كرة الان الامامية محاولة لتمرير كرة بالرأس في تأمين الرباعي الدفاعي في خطة دفاع بالنسبة للهلال كرة ملعوبة للامام بكري المدينة اخذ الراجل بكل مهارة مرور من جانب بكري لعب كرة محاولة لاسقاط الكرة خلف حارس المرمى اداما كايتا كان سيكون هدف سينمائي للعقرب بكري المدينة في حالة انه مر بشكل جميل ولعب كرة خلف حارس المرمى لكن مرت الآن نزار حامد يترك مكانه لخليفة خليفة الورقة الهلالية الثانية لدييغو غارزيتو في هذه المباراة المتفوق فيها الفريق الهلالي حتى الآن والمنتصر فيها خارج قواعده امام سيرك الباما كرسال كرة امامية رأسية من جانب سيف فساوي هذه المتابعة الدفاعية الصحيحة سيف وقريب صالح منه وبذلك تأمين العمق الدفاعي محاولة الآن على الجهة اليمنى يوسف محمد مرت الكرة تحولت لسيرك الباماك ومحاولة الدخول من العمق ولكن الدفاع الهلالي موجود كرة تتحول لعمر بخيت مرت من عمر بخيت تعود لكونتي يلعب كرة على الجهة اليسرى محاولات تقدم جانب دريسا ستريه والتسديد من بعيد من جانب فريق سيرك الباماك مرت بعيدة وتحولت لضربة مرمى أو اصطدمت واحتسب الحكم ضربة ركنية في طريق إبعاد الكورو وفي طريق التسديد من جانب الفريق المالي ضربة ركنية على يمين المعز محجوب ملعوبة كرة عالية راسية من فريق سيرك الباماك من كونتي ترجع الكرة لتراوري أداما أداما تراوري يلعب كرة ومكتوع تخرجت من جانب الصالح الأمين تعود الكرة من جديد في محاولات من الفريق المالي للضغط على فريق الهلال الهلال يعتمد على مرتدة سريعة ليلعب بكري بسادومبا بكاريك الكرة على الجبهة اليسرى الآن تقدم جانب ساتاري يلعب كرة عالية والاستياد الرأسي وعبد لطيف بوي يبعد الكرة مباشرة لتأتي من جديد عن طريق الفريق المالي رأسية الآن مع ممادو كيدي يعود لوسط الملعب محاولات تقدم أداما تراوري أداما تراوري يرسل كرة على الجبهة اليسرى لكن موجود بوي متفطن في اللقطة الماضية بكري المدينة لكن في صافرة وفي خطأ ملعوب مباشرة من جانب سيركل بماكو أداما تراوري الآن على التنفيذ خطأ المحتسب لفريق سيركل إرسال أمامي وخروج للمعز محجوب بقضة اليد إبعاد الخطورة مباشرة كرة تعود لبكري المدينة ممتاز بكري يلعب الكرة لعلى دين يوسف تمرير من جديد لبكري المدينة على طرف الملعب محاولة التقدم من جانب بكري للعب في عديد اللقطات بمهارات شاهدناه بلقطات هذه المباراة إرسال كرة أمامية باتجاه دورسا دومبا ولكن خروج الحارس أداما كايتا وقام بدوره كليبرو أبعد الكرة الآن تعود من جديد لمماضي كيدي كيدي الآن محاولة الانطلاق مجانب الفريق المال يلعب كرة أمامية داخل منطقة الجزاء بالكعب ملعوبة لسيركل في منطقة الخطورة ولكن خليفة أيضا اللي رجع للتامين كاريكا الآن يبحث عن الزميل يلعب كرة أمامية والكرة أقرب للتماس وأقرب لفريق سيركل باماكو المال أداما كايتا يلعب مع مديبو كونتي وسط الملعب سيم بانجورا بالرأس مكتوعة أداما ثراوري وتسديد من بعيد مرة عالية وبعيدة على المرمى الهلالي لتتحول مع المعز محجوب الجماهير المنتظرة الموجودة في ملعب المباراة كرة ملعوبة دربت مرمى ملعوبة مباشرة هلال التقى فريق جليبا المالي في 2010 لقاء الوحيد مع فريق مالي والآن هذا اللقاء رقم اثنين بنسبة لفريق الهلال في مشوار التنافس الافريقي اللي بدأ عام 1966 من رحلة الفريق الهلالي مع منافسات افريقية المختلفة كرة الآن ملعوبة تحول في وسط الملعب لأداما تراوري محاولات الانطلاق سيم بانجورا يلعب كرة على الجبهة اليسرى الآن كيد يلعب كرة أمامية لكن مقصية مزدوجة في تأمين في الدقائق الماضية للشكل الدفاع في تأمين والانطلاق الهجوم الآن عن طريق سادومبا السريع السهم الهلالي على الجبهة اليسرى ادوار سادومبا في محاولات التقدم يلعب كرة المين قبل اداما رجعت الكرة الهلالية كاريكا الآن التمرير لأدوار سادومبا يحول كرة لمدسر كاريكا كاريكا مع الكرة مازال يحتفظ بكرة العودة للخلف جانب كاريكا مع عبداللطيف بوي عبداللطيف بوي يرسل كرة أمامية لكن في راسية دفاعية من الفريق المالي في وسط المرعب محاولة للتقدم من جديد استضمت والكرة راجعة السيف الساوي يبعد الكرة مباشرة لعبداللطيف بوي والتمرير لخليفة خليفة العائد من رحلة أيضا مع الإصابة رحلة الاستشفاء العودة الآن للمشاركة والانطلاق مع الفريق الهلالي ترتيب الأوضاع للظهور بشكل مختلف عودة الأسماء المسجلة اللحاق بكشف الفريق عوامل تستفيد منها فرقنا إن شاء الله في مرحلة المجموعات كرة ملعوبة للأمام على حدود منطقة الجزاء في محاولة للفريق المالي العودة من جديد محاولة من جنب كيدي ولكن أيضا التامين الدفاعي ممتاز في الدقائق الماضية حتى بداية الشرط الأول في الدقائق الأولى كان في بعض الثقرات الآن الوضع اختلف في تعامل جيد من الدفاع وأيضا من اللاعبين تغييرات أيضا اللي ساهمت في تغيير شكل الفريق دفاعيا في على حدود منطقة الجزاء الآن يحاول الفريق المالي محاولة وكرة السلام مخطوفة يلا هذا هو العقاب عقاب ثلاثي بكري كاريكا سادنبا في محاولة الانطلاق يلعب الكرة الكاريكا كاريكا يعد لبكري بكري يسدد كرة واصطدمت في حارس المرمى وتحولت لتكون ضربة ركنية كان بالإمكان يكون السيناريو أجمل من ذلك ثلاثة الععبين كانوا ضد مدافعين من جانب الفريق المالي تقدم بكري وسادنبا وكاريكا في اللقطة المرتدة الماضية هدف ثاني ينهي القصة والحكاية ويكتب بكل أمانة الصعود الهلالي اللي أصبح أقرب الآن بكل تأكيد بمعطيات الحسابات ومعطيات النتيجة الآن الضربة الركنية ملعوبة فرصة تسديدة ممتازة من سادنبا وردت فعل كانت سريعة من حارس المرمى أداما كيتا سادنبا يحاول لكن الكرة مرت ترجع لحارس المرمى أداما كيتا لصد هدف أيضا مؤكد من جانب سادنبا في التحول والتقدم الهلالي كرة تعود لمتابعة على الدين يوسف مرت وتحولت لرمية التماس رمية التماس لمصلحة فريق الهلال كرة العالية والمشاركة التدخل مع يوسف محمد في اللقطة الماضية من تراوري الآن كرة مع سيف ساوي سيف ساوي إرسال كرة أمامية من جانب سيف لكن مرت وتحولت مباشرة لتكون ضربت مرمى مع أدام كايتا مماد الجاني إرسال كرة أمامية في محاولة الهروب من مصيد التسلل المرفوضة اللي قلناها أكثر من مرة لان كرة ملعوبة ومحاولة للتسديد تسديد مع حارس المرمى المعز محجوب شوف سيف ساوي محتج على مساعد الحكم أمامك في اللقطة لكن أبدا الاعتماد على مصيد التسلل سلاح خطير أمام الحكم مساعد الحكم الأول موسى دياكيتي من السينيقال ومساعد الحكم الثاني هو سيدي توري لكن هذه اللقطة وهذه اللقطات تحديدا مع موسى دياكيتي مساعد عثمان فال في هذه المباراة مباراة الهلال سيركي البماك ورسال الكرة أمامية تعود لكونتي محاولات التقدم يلعب كرة ستاري لكن مرت وتحولت لرامية تماس رامية تماس في محاولة ورقة أخيرة أيضا قادمة من جانب الفريق الهلالي طاهر حمد سينزل في التشكيلة الهلالية طاهر حمد اللعب المهاجم في تشكيل الهلال التبديل الأخير والتغيير الأخير من جانب دياغو قارزيتو في هذه المباراة ونحن نمضي للدقائق الأخيرة بكري المدينة يغادر مكانه يترك مكانه في التشكيلة الهلالية هلال ناجح في المعطيات بعموميات المعطيات في هذه المباراة طبعا في أنه يقترب بعد دقائق من إعلان التأهل الرسمي للمجموعات كما تأهل قبل الساعات أيضا المريخ وفي انتظار الفرحة الثالثة مع أهل شندي هكذا ترصد هكذا تتابع هكذا تكون في كل المعطيات وتكتب لأبناء الوطن في تأهل وفي إنجاز أيضا رياضي يحسب ويساهم في الإعداد والاستعداد الجيد لسوق الجديان في مباراة العبور إن شاء الله لكاس الأمم الفريغية مباشرة بعد تخطي الأوثيوبي كرة ملعوبة لأمام الطائر حماد يحاول ولكن أداما كايتا كرة تحول لتكون من جانب ماديبو كونتي يلعب كرة حسين بنقورا وسط الملعب محاولات للصراع انتزاع الكرة من جانب الفريق المالي فريق سير كل ماماك كل آن انطلاق على الجبهة اليسرى محاولات المالي في التقدم للأمام يلعب كرة عالية ومحاولة رأسية القادم من الخلف خلف عبداللطيف بوي بإصطاد الكرة بالرأس وتحولت بإشارة الحكم لضربة ركنية عموما الكرة ملعوبة تتحول الآن ومحاولة لإقتناس كرة تسديد كرة من بعيد العودة والتمرير بدأ يعتمد على خروجه من مسيضة التسلل محاولة للتسديد كرة خطيرة جدا مرت كرة خطيرة جدا مرت طبعا لم نتأكد من كل اللقطات هذه في التسلل تحديدا لغياب كاميرا الجنب للتسلل جانب التلفزيون المنتج لهذه المباراة التلفزيون المالي لكن الحكم المساعد الحكم يعني في أكثر من حالة دفاع الهلال يخرج يعتمد على متسل تجد اللاعب يمر ولا راية مرفوعة ولا صافرة مسموعة وبالتالي أكثر من كرة تشكل خطورة عبر هذا الجانب كرة ملعوبة الآن لتتحول على الجبهة اليمنى مع يوسف محمد إرسال كرة أمامية مجانب يوسف محمد استلام وتمرير لليمين للفريق الهلالي محاولات التقدم وإيجاد الفرصة والثغرة استحوات على الكرة الآن تمرير خاطئ بجانب الطائر حماء تعود الكرة من جانب كيدي ممادو كيدي في ارتداد سريع للفريق المالي اللي يحاول الهجوم يحاول الانطلاق لأمام لكن أيضا في تدخل وصافرة محتسبة من جانب الحكم اللي أحتسب طبعا هذه اللقطة الماضية لقطة التسلل يعني سقوط سيف مساوي على اللاعب بعد التداخل شوف شكلت خطورة وتسديدة اصطدمت مرت على جنب حارس المرمى المعيز محجوب على الجهة اليسرى شكلت أيضا خطورة من الكرات سيركي الباماك والآن تمر لأداما تراوري أداما تراوري محاولة المرور لكن ممتازة التغطية من جانب عمر بخيت مرت الكرة تحولت تيرامي التماس تماس ملعوب كرة ملعوبة للفريق المالي محاولة للتقدم اللاعب الأكثر مهارة أداما تراوري كرة ملعوبة خطيرة ومعيز محجوب بقبضة اليد بعد الكرة تعود من جديد لمصلحة سيركي الباماك ومحاولة التقدم محاولة الانطلاق والتسديد كرة الزعف ممادو كيدي في محاولة للانطلاق والكرة الرأسية وتعود لحارس المرمى المعز محجوب مع حدود دقيقة 43 لهذه المباراة عبر الشوط الثاني والفريق الهلالي متفوق بهدف سجل كاريكا وحكم المباراة والإطمينان طبعا على عمر بخيت أنا أعتقد أنه في أرضية الملعب توجيهات حتى يعني للمساعدة الطبي لانتظار خارج عموما عثمان فال مفعل وإيدهي عزيزي أنت حكم اللقاء وأنت صاحب الصافرة وطبعا أقول لك بكل صراحة في حالة سقوط اللاعب الإطمينان أولا يعني في حالات طبية تفرط يعني هذا في وعقع كرة القدم بعيدا عن أي حسابات أنه يجب أن يتم الإطمينان أولا على اللاعب بعد ذلك تتخذ القرار بإخراجه للعلاج خارج أرضية الملعب لكن ربما شعوره بأن فريق الهلال يستنفذ الوقت ولاعبيه وبالتالي يتعامل بكل عصبية كرة خطيرة جدا في هفوة دفاعية مرت وتحولت على الجهة اليسرى كاريكة أبعد الكرة تتحول الآن للطاهر عماد دخول بكل قوة على طاهر حمات سلامات في هذه اللقطة نعم تستحق البطاقة الصفراء وفي هذه اللقطة بامتياز كبير بن عثمان فال في اللقطة والتدخل على طاهر حمات اللقطة كانت فيها خطورة خطورة كبيرة جدت دخل على قدم اللعب بكل قوة لكن مرت سليمة بالنسبة للطاهر حمات وقوة وصلابة المهاجم الطاهر حمات عموما الكرة ملعوبة هلالية للأمام محاولة الانطلاق شوف يحاول الآن وسط لعبين محاولة القتال والحصول على الكرة لكن مرت تتحولت مع أدامة كيتا لتكون ضربة مرمى لسيركي البامان كرة ملعوبة للأمام عالية بجانب حارس المرمى محاولات هلالية بعد الكرة إرسال كرة أمامية بجانب سيف مساوي كاريكا محاولة بالرأس لكن الكرة مرت ممادو كيدي ممادو كيدي أيضا اللعبين المتحركين بصورة جيدة في وسط الملعب كرة ملعوبة يوسف محمد في المتابعة وفي حراسة الكرة العودة مباشرة لسيف مساوي إرسال كرة أمامية رجعت من جديد لسيركي الباماكو ليحاول الآن تسجيل حضور في هذه المباراة بإحرازه هدف يكون ربما للتعادل فقط إرسال كرة أمامية محاولة رأسية وتسديدة لكن أيضا مرت وتحولت مباشرة لتكون رمي التماس لمصلحة فريق الهلال جيبريل تراوري البديل الأول اللي نزل مبكرا في هذه المباراة كورم العوبة الأمام محاولة بالرأس أمام الطاهر حمات مامادو سيدي بي كورم العوبة السيركي الباماكو اللحظات الأخيرة في هذه المباراة لحظات الإعلان الرسمي لتاهل هلال السودان للمرحلة القادمة من باماكو المالية رسال كرة أمامية هي ليلة فرح رياضية سودانية في هذه الأمسية تاهل الأحمر والآن تاهل الأزرق مسألة وق بإعلان الصافرة من عثمان فال حكم المباراة تمس ملعوب ومحاول استياد الكورة والمعز محجوب على التامين يبدأ الرحلة مع الطاهر حمات لحاول المرور ويتدخل طبعا المدافع تحصل على المخالفة مخالفة لمصلحة فريق الهلال على الجبهة اليمنى قريبا من وسط الملعب فريق الهلال الآن في لحظات الاستعداد للتاهل المباشر والتاهل الرسمي للمجموعات مجموعات الكونفدرالية كرة هلالية أمامية عالية أداما كيتا في السيطرة والبداية أيضا عبر الجبهة اليمنى محاولة المشوار محاولة الانطلاق من أداما تراوري تراوري أيضا متحرك كرة تمر على الجبهة اليسرى محاولات ممادو كيدي الآن يرسل كرة على الطرف الآخر لممادو تراوري لكن في سيطرة وفي تامين دفاعي هلالي كرة على اليمين مشوار الهلال مشوار الكونفدرالي سادومبا يطلب الكرة لكن التمرير بعيدة من سادومبا بالرأس موجهة من المدافع كيدي مباشرة لحارس المرمى أداما كيتا تمرير كرة لسيركي البماكو الآن في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة وفي الدقائق الإضافية في الوقت المحتسب المضاف سوء التقدير الكرة مرت وتحولت الآن لضربة ركنية دربة ركنية كرة معادة لحارس المرمى معز محجوب ومرت تحولت لضربة ركنية لكن كانت بعيدة طبعا على المعز عسما فال لان التنفيذ جبريل تراوري يلعب كرة عالية جبريل تراوري وكرة بالرأس مرت في لحظات خطورة أيضا لكن تمر وتتحول مع المعز محجوب في اللحظات الأخيرة معاناة الرحلة دائما في إفريقيا ومعاناة دائما أن تلعب خارج ملعبك وفي أجواء مختلفة المهم أن الهلال نجاح وها هو النجاح يأتي رسميا بصفلة السينيغال فال مبروك للأزرق الهلالي مبروك لهلال السودان التأهل من باماكو مباشرة ويلتحق بالمريخ اللي أعلن التأهل في هذه الصهرة السودانية المتواصلة معكم عبر قناة الشروق بدأنا بجنوب إفريقيا والآن نكمل المشوار من مالي وغدا إن شاء الله يكون فرح أيضا السوداني قادم مع أهل شندي مبروك للأزرق الهلالي مبروك لجماهير الهلال مبروك لإدارة الهلال مبروك لكل شعب الرياضة السوداني الانتصار بعد الانتصار هي ليلة أفراح هي أخباس تأتيكم مباشرة عبر الشروق لكم أجمل تحية مشاهدين الكرام متابعين الكلمة معك كابتن رشيد كابتن كسلا شكرا